إذن بعد 34 عاما على تفجير طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكيربيل سكوتلندية مثل أبو عجيلا محمد مسعود المتهم بصنع القنبلة المستخدمة أمام القضاء الأمريكي أمس المتهم الليبي الجنسية تم إبلاغه أثناء جلسة استماع المقتضبة بأنه سيظل موقوفا حتى موعد الجلسة الثانية في 27 ديسمبر الجاري حيث يستطيع وكلاء الدفاع عنه تقديم طلب إطلاق صراحا سبق أن أكدت النيابة العامة اعتراضها عليه ولكن رغم خطورة التهم إلا أنه لا يواجه خطر الإعدام لأن هذه العقوبة لم تكن مطبقة على السعيد الفيدرالي في وقت وقوع الجريمة عام 2011 وعقب سقوط نظام معمر القذافي اعتقل حكام ليبيا الجدد أبو عجيلا الذي اعترف بتصنيع القنبلة التي فجرت الطائرة اعتراف حصلت واشنطن على نصه عام 2017 فأعادت فتح ملف لوكربي علما أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA كانت تعرف بالأمر منذ التسعينيات القرن الماضي على أقل تقدير والCIA كانت تملك عميلا داخل جهاز الأمن الخارجي كان بمثابة الشهد الملك الذي دفع به الادعاء لإثبات التهمة ضد عبد الباصد المقرحي والأمين خليفة فحيمة أمام محكمة سكوتلندية عام 2000 ولكن انطلاقا من تشكيك القضاء السكوتلندي بصدقية ذلك الشهد لا يعتقد أن الأمريكيين سيحاولون الاعتماد على شهدته فقط خلال المحاكمة الجارية لأبو عجيلا رغم شهدته السابقة بأنه رأى أبو عجيلا بنفسه في مطار لقعشية تفجير لوكربي اشتركوا في القناة